الاهلي واللقاء عنق الزجاجة المباراة اللي كل شوية بتبقى أصعب من اللي قابليها بسبب النتائج اللي بتحصل حوالينا الاهلي بعد ما خسر أول مباراة أمام الهلال السوداني الهلال السوداني النهاردة كمان بيكسب مباراته قدام القطن الكاميروني في الكاميرون عشان يبقى معاه ست نقط وانت بتلاعب الهلال السوداني وهو معاه برضو ست نقط ولكن الموضوع زي ما هو صعب لكن مش مستحيل ومش سود زي ما كل الناس سودته فجأة وقالت ان الموضوع انتهى وابتدت الناس تعمل حسابات الاهلي هيعمل ايه مع سانداونز وهيعمل ايه مع الهلال وهيعمل ايه مع القط وانا بصراحة مش مع نظرية ان انا ابدأ ادخل اللعيبة في الحزبة دي وهما لست بلعبوا التاني مباراة في المجموعة حلق اجلية من المشجع هنتكلم فيها عن لقاء الاهلي وسانداونز والاحتمالات اللي ممكن تواجه الاهلي في المباريات القادمة انا للأسف هقولك ان انا من نظرية او من الناس اللي بتقول ان الموضوع صعب اه لكن مش مستحيل ومش من بتوع مبدأ ان انا بتادي اقول هعمل ايه المطش الجاي والمطش اللي بعده وهسيب نقطتين في مطش كذا هي ما بتتحسبش كده هي بتتحسب انا كل مباراة بكون عايز منها ايه يعني انت دلوقتي عندك مبارايتين هما اللي انت لازم تفكر فيهم بكل جوارحك واحسيسك وكل امكانياتك مباراة سانداونز اللي هتكون بكرة ان شاء الله بازن الله ومباراة القطن الكاميروني اللي هتكون بعديها يوم اربعة تلاتة اللي هي هتبقى يوم السبت اللي بعده يبقى انت عندك السبت بتاع بكرة والسبت اللي بعده دول مبارايتين بستة نقطة ودول لو حصلوا بالشكل اللي احنا مستنينوا ان شاء الله بازن لو اشتغلنا عليهم هيكون الاهلي لعب ثلاث مباراة خب منهم ست نقطة سانداونز لعب ثلاث مباراة خب منهم ست نقطة والهلال السوداني خد لعب ثلاث مباراة خب منهم ست نقطة يعني يرجعنا كلنا لنفس النقطة تاني وهيكون عندك شيء ايجابي وان انت ساعتها هتكون ملاعب سانداونز هنا وكسبانه في القاهرة فمعاك افضلية بمكسبك عليه هتكون عندك افضلية لعب الهلال السوداني هنا في القاهرة المطش الاخير واما القطن الكاميروني فهتبقى انت اكسبته هنا والقطن الكاميروني من الواضح ان هو من اسهل فرق المجموعة فهيبقى كل شغلك انك تكسبه هناك لكن انا زي ما بقول لك في كده السينيوريوهات كلها ما بحبش احط كل السينيوريوهات واضغط اللعيبة من ترويتي ان خلاص انت ما قد مكش حل انك تكسب كل المطش اللي جاية تمام حتى لو ده الحل انا ما عنديش مشكلة او مش ضده ولكن بالراحة بلاش نضغط اللعيبة ونخليهم يفقدوا التركيز لان انت نازل المطش بتاع بقرة انا لازم اكسب عشان انا لما سافر هعمل ايه فانا بطيدي افكر في اللي سافر وانا اصلا لسه ما كسبش اللي هنا خب لك انت بتتكلم على سانداونز اللي كسبك الموسم اللي فات في دور المجموعات زهابا وايابا كسبك في القاهرة واحد صفر وكسبك في جنوب افريقيا واحد صفر فلاازم برضو تبقى انت شايف وتعالى اقول لك ان برضو عشان لو انت عايز تشوف السيناريوهات الغريبة اللي بتحصل مع النادي الاهلي النادي الاهلي سنة اللي فاتت في دور المجموعات اتعادل اول مطش مع الهلال السوداني وخسر تاني مطش من سانداونز في القاهرة لو بس الناس تفتكر كده فالاهلي اتعادل مطش ديع نقطتين المطش التاني خسره جوا قويرة فضيع خمس نقطة فالاهلي بقى من مباريتين مع نقطة من مباريتين مع نقطة بعد كده كسب المريخ على ما اعتقد وبعد كده سافر قصر من ساندونز تاني وبعد كده كسب المريخ هنا تلاتة اتنين وكسب الهلال السوداني هنا يعني تقدر تقول ان الاهلي خسر مطشه وتعادل مطش وقدر انه هو يصعد يعني الاهلي ما استغلش حتى ده الاهلي يعتبر تبتتكلم في ان الاهلي خسر المباريات بتاعته الخارجية كلها هو الاهلي بس كسب المباراة بتاعت هنا حتى في مباراة منهم خسرها ولكن انت كنت بتلعب لو تفتك انت المريخ لعبتوا المطشين هنا فكسبتوا المطشين هنا فانت تعتبر ده الميزة لك أو الابشن اللي اضاف لك غير كده فالاهلي زي مبول لك خسر من سندون زراحة جاي قدي مباراة تين وتعادل مع الهلال السوداني خارج أرضه ده الموسم اللي فات ومع زيك الاهلي صعب الموسم اللي قبله أو اللي مش اللي قبله الموسم اللي هو كان بطولة افريقيا بتاعت القضية ممكن الاهلي لو تفتكر مشواره فيها بدأ بمباراة النجم الساحلي الاهلي خسر مباراة النجم الساحلي وخير يقول لك ان البطولة دي الاهلي خسر فيها من النجم الساحلي وتعادل عطاك كان بلاع احنا كان معنا في المجموعة دي بلاتينيوم انا فاكر احنا كان معنا بلاتينيوم وكان مش فاكر التالي بس احنا اتعادلنا معه احنا اتعادلنا مع بلاتينيوم وتعادلنا مع افتكر لك خارج الارض الاهلي ساعتها انا فكر في بطرة دي الاهلي خسر مطش من النجم وبعد دي كانت عادل مطشين برا ارضه ولكن قدر ان هو يكسب ثلاث مباريات على ارضه قدر ان هو يكسب ثلاث مباريات وبناء عليها الاهلي صعد ب 11 نقطة فالي انا بقوله لك ان دي كلها سيناريوهات ليه السيناريوهات دي كلها بتترطب دايما او بتبني بناء على الفرق التاني هتعمل ايه فانت لما تيجي تقولي ان الاهلي عشان يصعد لازم يكسب كل اللي جاي قد بالك انت ممكن نتائج الفرق الاخرى تغير الحزبة في لحظة همه هتقولي انت عايز اقولك ان انا اكسب مطش بكرة انا اخد بالك ان الاهلي لاعب مطش واحد الهلال لاعب ثلاث مطشة القطني الكاميروني لاعب ثلاث مطشة اسف لاعب مطشين وساندونز لاعب مطشين طيب الاهلي بكرة لما يلعب المطش التاني وان شاء الله بازن اللي ربنا يكرمنا يبقى ثلاث نقط اولا هو عطل ساندونز مطشة في نفس الوقت قرب من الهلال السوداني بمطش وفضله مطش مؤجل عشان يتساوى مع الهلال وساندونز في ثلاث مباريات يكسبه بقى احنا زي اقولك احنا ثلاثة ستة يبقى ده التركيز دلوقتي اللي هيحصل بعد كده ده هيطلطب عليه لعب بقيت الفرق مع بعضيها ما لازم ده برضو يتحط في الحزبة يعني اللي انا اصده مش عايزة اصعبها على اللعيب لا يحصل اي نتيجة خارجية ان انا مثلا اتعادل مع القطن هناك مثلا او اتعادل مع ساندونز او اخسر من ساندونز هناك وارد انا بكلمك كوكورة او كحزبات بقى ده مش معناه ان انت ممكن ما تتأهلش اللي انا اصده ان النتائج دي هتحدد بناء على اللعب انت القطن الكاميروني اللي بيخسر على ارضه مباريتين انا بقول لك هو انه هو ممكن تلاقيه مثلا بيكسب الهلال السوداني او بيكسب الهلال السوداني في السودان اللي تخوف هي الصدفة بس والحظن خدمهم القطن الكاميروني واضح انهم من الفرق الضعيفة جدا ولكن ممكن تعملها ممكن تعملها انت شفت المريخ مثلا المريخ مثلا في مجموعة الزمالك فريق متواضع جدا امكان يعني مش في افضل حالاته والدنيا صعبة جدا ولكن مثلا النهاردة بيكتب شباب بلوزداد شباب بلوزداد انا شفته مطش قدام الزمالك فريق عنده قورة شفت مطش قدام الترجي برغم ان خسرته في الجزائر من الترجي واحد صفر ولكن بيلعب قورة عنده خطورة بيسبب ازعاج معرفش يخلص مطش الترجي الترجي خلص المطش بالخبرة والهجمة المرتدة وكان عرف يلعب المطش بالطريقة دي وكان شينفت لعب في الجزائر بالطريقة دي ولكن فريق عنده قورة معزاك بيخسر من المريخ اللي انا شايفه اقلب كتير جدا من مستوى شباب بلوزداد اللي انا قصده ان المفاجأات وردة لسه في مطش ما بين والهلال السوداني انت لسه برضو في السودان انت لسه برضو مش متوقع نتجتها فلانا قصده بلاشت حط الحسابات اللي تخليك بتقول انا ما عنديش مشكلة ان انا حط حسابات اللي لازم تبقى عارفة انا لازم اكسب كل اللي جاي انا لازم اركز ولكن مش هينفع ان انا حط عشان خسرت المباراة ان المجموعة نهارت وان المجموعة بازت والهلال السوداني يكسب مطشين فخلاص لأ مش خلاص وزي ما بقول لك افكر بس خطوة بخطوة يعني انا افكر خطوة بخطوة اعمل حساباتي بناء على كل خطوة اه طبعا لازم يكون في حساباتي ان انا عشان اريح دماغي من كل اللي انا بحكولك ده اكسب كل اللي جاي اكسب كل اللي جاي انا سيقول لك خلاص بقى ولا هخسر نقطتين من سندون واكسب القطن راح جاي والهلال السوداني هكسبه هنا طبعا ده هلال السوداني ممكن تعادل معه هنا دي اخر مباراة خبلك انت ترتيب المباراة عن الهلال السوداني دي اخر مباراة انت هتلعبها لان انت عندك سندونز هنا عندك القطن الكاميروني هنا انا برواملك بالترتيب بعدين هتطلع تلاعب سندونز هناك وبعدين تلاعب القطن هناك وبعدين ترجع للهلال السوداني هنا فانت عندك مباراةين على ارضك اللي هما سندونز والقطن وبعدين عندك مباراةين خارج الارض سندونز والقطن وبعدين ترجع تلعب الهلال فانا اقعد افكر في اخر مبارلة انا هكسبها المفروض سكور عشان الوجهات المباشرة وانا ممكن اكون اصلا رايح المطش دي انا ممكن اكون رايح المطش دي وانا اصلا خلاص عندي تفوق ان انا محتاج اصلا من المطش دي التعادل التعادل او المكسب يخليني مثلا اصعد تاني مجموعة الله اعلم او اول يعني ده اللي نقصده فبناء عليه بلاش نضغط اللعيبة ونضغط نفسنا غير بشكل في خطوات في ترتيب زي كده لما انا كنت بتكلم في كاس العالم الاندية انا بلاعب فريق اوكلان سيتي يا جماعة اصطحنا لما نقابل رايح المدريد يا فندم ما عايش اكسب اوكلان سيتي افكر في سياتة الامريكا اكسب سياتة الامريكا افكر في رايح المدريد هي مفيش حاجة اسمها افكر في النهائي وانا لسه اصلا ملعبتش اول مطش من بطولة مثلا المجموعة عشان اصلا هناك اربع مباريات او خمس مباريات ده اللي احنا بنتكلم فيه حتى عشان لما بقنا بضغط اللعيبة واللعيبة بتركز انا عايزها تركز في مطش بكرة عايز الجهاز يبقى انا اهم حاجة عندي اكسب بكرة ايه اللي هيحصل بعد كده ده موضوع تاني باذن الله ربنا يكرمنا بكرة ابقى وراء اللعيبة بكرة طبعا ده الجمهور باذن الله هيكون حضر في الملعب ويكون في ظهر الفريق ان شاء الله باذن الله اكسب مطش بكرة احط اول زي ما بقوله اول خطوة في الطريق الصحيح في الوصول للمباراة النهائية باذن الله في بطولة افريقيا وبعدين نبتدي نفكر في اللي جاي يبقى خلينا نبقى واقعيين اللي الاهلي محتاجه والاهلي محتاجه ويركز في مطش بكرة جدا 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 ولازم يعني ان شاء الله باذن الله لا بديل عن الفوز عشان السيناريوهات بقى ما تتصعبش مايبقاش الموضوع مستحيل مايبقاش الموضوع معقد بشكل كبير جدا انا حتى بقتين هزا شايفين الموضوع مش معقد الموضوع اه فيه تربة حصلت او فيه لغبطة حصلت ولكن مش نهاية المطاف الاهلي زي ما بقولك سنة اللي فاتت بدأ بخسارة وتعادل بدأ بخسارة وتعادل مع ذلك الاهلي تأهل سنة اللي قبل ليها او اللي هي بتاعت القضية ممكن الاهلي بدأ بخسارة والتعادلين خارج الارض ومع ذلك الاهلي تأهل وصل لمبارة النهائية وهنا قدرب بطولة وهنا هنوصل لمبارة النهائية فك יודעيني اقولك ان في شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا بالفوز بكرة اهما حاجة نشجع اهما حاجة هتقول لي طب الفرقة طب الخطة طب انت تتوقع هقولك بازن الله اي 11 ملعب اي 11 لعيف在 الملعب يكون رجالة يكون وقدها ايا ان كان الخطة ايا ان كان هيلعب بمن في نص الملعب ايا ان كان هيلعب بمن في الهجوم اهم حاجة ان انت يكون عندك دوافع الفوز تكون عايز التلات نقط تلعب على التلات نقط وتخرج بالتلات نقط وخليني اقول وهفضل اقول اه وده شيء لازم برضو اتمنى ان الادارة الفنية اللي هي اه كابتن سامي قمصان كابتن سامي حفيز يكون موصلينها الكابتن اه كولر لمستر كولر انه هو بس اه يعني اه بعيدا عن الحفاظ على شكل النادي الاهلي وهواية النادي الاهلي والشكل الهجومي للنادي الاهلي يقول ده شيء جميل جدا وانا ممسوط به وعجبني ولكن ده مش معناه ان انا في مباريات مش مهمة عندي فيها اي شيء غير تلات نقط يعني انا فكرة ان انا كن بلاعب سانداونز بكرة فانت مستني المباراة اللي الاهلي يكون فيها بيعمل كل حاجة وبيكسب ده لو ده حصل يا جماله يا ريتو يعني انا بداعك ده مفيش احلى من كده سيناريو طب اي حاجة او اي مباراة مملة اي مباراة الاهلي قاتلها وعرف يخطف فيها الفوز ده شيء مهم جدا التلات نقط انا دلوقتي بتكلم في عدد مباراة معين بتتكلم في عدد ست مباراة الست مباراة دول انا عايز منهم اكبر عدد ممكن من النقط يخاني اصعب من المجموعة ده اللي انا محتاجه فالمباراة دي زي بقوله كده المباراة دي يعني ايه تكسب ولا تلعب يعني اكسب اغلب اجيب الثلاث نقطه وبعين بقى اشوف الاداء واشوف اي شيء هتقول لي معنال انت بتقولي الاهلي اداء ويبوحش مش ده اللي انا قصده اللي انا قصده انه وجوه مهور بس ما يزوتش الضغط اللعيبة ممكن تكون مضغوطة اللعيبة ممكن تكون متوترة ولكن باذن الله اللعيبة ادها الجهاز الفني ادها والان شاء الله باذن الاهلي الاهلي هيسعد من المجموعة يعني يعني مش عايزة بالغ واقول لك ان الاهلي ممكن يصعد. اول المجموعة كمان. لستة الموضوع في ايديك. انا بقولك انت تكسب ان شاء الله بازن الله ساندون زي بكرة. تكسب نقطنا الكاميروني رجعت المجموعة كلها ستة نقط. ست نقط. خارج بقى القطنة خلاص هيبقى خرج برا القصة. وهيبقى كله ست نقط. ونرجع تاني نحسب الحزبة من اول وجديد بقى. والفرص تتساوى. وما تعرفش الفرق التانية هتعمل في مواجهتها. يعني انت عمال تحسب. هتلاقي انت شكلك احلى. هتلاقي ان انت عندك مباريات على ارضك. منهم الهلال السوداني مسلا حد من المنافسين المباريات على ارضك. هتلاقي مسلا انت حتى المباريات اللي عندك برا في منهم فرقة اللي هي هتبقى زي ما بنقول كده حصلت المجموعة. لو انت كسبها هنا. لان خلاص انت هتبقى القطنة هيبقى لعب تلاف مباريات وتكسرهم. الموضوع هيبقى بنسبة لي منتهي. فلما تلعبوا على ارضه. موضوع هيبقى اعتقد اسهل. مفيش حتى حافز عنده. كبيره ممكن يكون الحافز ان انا مقصرش تلاف مباريات على ارضي. ولكن في الاخر خلينا نشوف النتائج الاخرى هتعمل ايه? ايه تركيزي? اكسب مطش القطنة اللي موجودين في القاهرة. على استاد السلام اللي هيكون كل الجماهير فيهم النهار ان شاء الله بازن الله بتشجع النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي. اتمنى ان التوذيق يكون من نصيب النادي الاهلي. اتمنى التركيز الكامل. اتمنى ان شاء الله بازن الله ان الجامعة البكرة اتروح فرحانة ومبسوطة. والاهل يروح معه ثلاث نقط. اخد الثلاث نقط. افكر في مطش القطنة الكاميروني. اخد الثلاث نقط. متين نشوف حزبة المجموعة يكون عاملة ازاي? بازن الله الاهلي قدها وبازن الاهلي الاهلي هيصعب من المجموعة. ان شاء الله دعواتكم. الناس اللي هتكون في الملعب اصواتكم. وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نحتفل بكرة مع بعض بفوض النادي الأهلي وحظ أول ثلاث نقاط في مشواره الأفريقي كلنا ثقة في الله وبعين في الجهاز الفني واللعيبة إنهم هيكونوا قد المسئولية وبكرة يقدروا يكسبوا ساندوند إن شاء الله شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم وما تنسوش تعملوا متابعة على فيسبوك تابسكرايب على يوتيوب واللايك والكومنت والشير عشان نوصل للغير سلام